موسيقى موسيقى وكان فبراير بعد عقود من الاستبداد والفقر والتخلف لماذا قامت الثورة؟ وما الإرهاصات التي سبقتها؟ هل كانت هبثا متأثرة بثورات دول عربية أخرى؟ أم استحقاقا شعبيا جاء بعد انسداد الأفق في البلد؟ موسيقى أهلا بكم على وقع سقوط أنظمة الاستبداد في تونس ومصر انتفض المارد اليمني ليطالب بالحق المغتصب السلطة والعدالة والمواطنة المتساوية خرج شباب الثورة إلى الشوارع رافعين أمام نظام صالح إرثا ثقيلا من الفساد والاستحواذ العائلي على مؤسسات الجيش والأمن والاقتصاد خرج شباب الثورة إلى الساحات فيتعز وعدن وصنعاء وثمانية عشر محافظة على طول البلاد وعرضها مطالبين بالحرية التي ألجمها نظام صالح والاستبداد الذي مارسه نظام صالح والفقر الممنهج الذي كرسه نظام صالح وانسداد الأفق السياسي الذي أغلقه نظام صالح وتقويض الجنوب الذي تغطرس به نظام صالح كفر شباب الثورة بهذا النظام وأعلنوها ثورة عارمة أطاحت بالرجل ولزال نظامه يحتضر المساء اليمني يفتح ملف قصة الثورة إحياء للذكرى الثامنة لثورة الشباب ومناسبة لمراجعة مسارها وتحولاتها حتى اليوم في الختام كانت الثورة تلاشى الأمل وتحول البلد إلى مرتع خصب لإنتاج الإرهاب والبطالة والاستبداد السياسي ظن صالح أن الدولة ومؤسساتها باتت مجرد شبكة خدمات تحفظ سلطته وتهيئ له ابنه خلفا من بعده أتقن صالح كل ألاعبه وصف خصومه مارس التضليل بثقة وتلعب بالجميع ستبدأ السك الحديد من المهرة أخفقت محاولات النخب في إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي طغى صالح وتحكم الفساد العائلي والطبقي في مفاصل الاقتصاد اليمني والدولة وترهلت الأحزاب وفقد الناس الأمل فكانت الثورة كانت احتجاجات الشارع الجنوبي ومطالبه قد دخلت مربع الصراع المر للسنة الخامسة في مواجهة القوى المحتكرة للسلطة والثروة كان الشارع الجنوبي في أوج الغليان نتيجة التجريف الحاد والممنهج من سلطة صنعاء للجنوب والشمال معاً في صعدة كان صالح يخوض معركته السادسة وكانت معارك صعدة تتراوح بين النصر والخسارة بحسب شروط لعبته هو بدت لعبة الإرهاب الورقة الرابحة في إدارة ملف الحكم أمام اليمنيين والعالم وبدأ أن البلد يوشك على السقوط في دائرة العنف والإرهاب فكان فبراير في تلك اللحظة التي شعر فيها النظام الحاكم أنه بات محصناً وعصياً على الاختراق تقاطر الناس كالجداول إلى مصب نهر الحرية العظيم ليشكلوا ذلك الزخم الحي والباعث في روح البلاد اندفع الناس إلى الشوارع باحثين عن الخلاص في مشهد غير متوقع محاولة لخلق أمل جديد في العيش والديمقراطية والخلاص من النخبة المتحكمة شهدت الساحات والشوارع في مدن اليمن الكبرى أملاً جديداً بالتغيير هتفوا بالسلمية ولها لم تكن استجابة عفوية لنداء الربيع العربي الذي تخلق في تونس ومصر بقدر ما كان نداء للحرية وحاجة فرضها الغليان الشعبي المتراكم في صنعاء كانت طلاب أول لبنة في مدماك الثورة وفي تعز تكونت أول ساحات الثورة ونصبت أولى خيامها كانت ثورة فبراير قدراً محتوماً في المسيرة التاريخية اليمنية سرعان مذاب الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية والقبائل وأطياف المجتمع المدني في ثورة اتسعت للجميع تحت مناخ الحرية وطعمها العذب امتدت الثورة على خارطة الوطن لتنهي عهد صالح وثلاثة وثلاثين عاماً من الفساد ثورة فبراير السلمية كانت ولا تزال أعظم حدث في تاريخ اليمن الحديث تلك اللحظة التي هتف فيها الشباب إذا الشعب يوماً أراد الحياة ورددت البلاد بأسرها بعدهم فلابد للقيد أن ينكسر إذن مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الناشط السياسي والضاح اليمن الحريري وسينضمعه آخرون خلال هذه الحلقة مساء الخير بداية نصد والضاح مساء النور أهلا وسهلا أخذ آسيا شكراً أهلا بك إذن أستاذ وضح ونحن نحكي قصة فبراير ربما سيكون السؤال الأول والبديهي لماذا اندلعت هذه الثورة؟ أعتقد أنه كان من الطبيعي أن تتوق الحالة التي وصلت إليها البلاد إلى وضع ثوري وحالة ثورية معينة تستدعي في الأخير أن يحدث هناك تغيير وهذا التغيير يعني يؤدي المفروض كان يؤدي إلى تلبية طموحات الناس وقماهر الشعب وعليه أن نستطيع القول أن هناك مقدمات سبقت هذه الثورة يمكن مثل ما ذكر التقرير بعضها هي كان لها وقه سياسي ووقه اقتصادي تمثل الوقه الاقتصادي الأول والمهم في مسائل ومشاكل البطالة واستشراء الفساد إضافة إلى دخول الدولة في مراحل الدولة الفاشلة وكان الوقه السياسي إلى الأزمة القائمة التي استدعتها الثورة يتمثل في وجود وتكور روافد عديدة لها سواء في القنوب من خلال حراك القنوب الذي انطلق قهراً في 2007 وكذلك من خلال مكوناته أيضاً هناك نتائج ومخلفات حروب صعدة وما أثارته من مآسي في حياة الشعب اليمني والنشاط المدني الواسع من قبل النشطاء والقطاعات الطلابية وفي الأخير كان هناك القوى الأكثر تنظيماً وترتيباً وهي الأحزاب السياسية وفي قمتها طبعاً كان تحالف أحزاب اللقاء المشترك الذي وصلوا إلى مرحلة الحوار الوطني للمعارضة وشكلوا القوى الأكثر تنظيماً بين كل الروافد التي ذكرناها نعم إذن لو توقفنا قليلاً عند الأسباب السياسية حتى ننتقل إلى فيما بعد الأسباب الاقتصادية هناك من يقول بأن الدولة وصلت إلى مرحلة موت سريري ذلك الوقت ومرحلة انسداد سياسي حقيقي هل لا حدثتنا عن هذه النقطة كيف؟ تمثل الانسداد السياسي أساساً بين القوى السياسية المؤتمر وحلفائه وعلى رأسه علي عبد الله صالح والمشترك وشركائه وقد وصلت الطريق فيما بينهم إلى أن تفضي إلى اللاحوار والتوقف تمام لحظات معينة كان أيامها قد حصل المد الربيع العربي وبدأ ينتشر فداعت أحزاب اللقاء المشترك للدعوة للناس إلى النزول إلى الشارع ويبدو أنها كانت خلاص لحدة الاستضامة الموضوعية التي تحقق إما أن يبقى أحد الطرفين أو أن يرحلوا كلهما شيء من هذا القبيل حيث توصل الأمور إلى نقطة اللاعودة ويحدث ما لا يمكن أن يتم توقعه نتيجة هذه الحالة هذا الانسداد قاد الأمور إلى الانفلات طبعاً الناس نزلت بحق ومن أقل حقوق ومن أقل مطالب سياسية تمثلت في إسقاط النظام بوضوح وتمثلت في مطالب طبعاً أيضاً اجتماعية واقتصادية برضو كما ذكر التقرير في اتقاه العدالة في اتقاه المواطنة في اتقاه الحصول على فرص حياة كريمة وأفضل من مرحلة مظلمة في تاريخها نعم إذن لو تحولنا إلى الأسباب الاقتصادية والتي ربما كان هناك سياسة تبعها صالح في ذلك الوقت وهي مسألة تجويع الشعب حتى يظل مجغول البال بلقمة عيشه ولا يفكر بالانتفاضة وجدنا أن هناك كثير من المحطات التي كان يفترض أن يخرج فيها الشعب ولكن نتيجة لكثير من الأسباب ربما أهمها السياسية الاقتصادية عفواً تأخر ذلك الخروج طيب شوفوا يعني في الحقيقة كان قد نشأت كما يقول كثيرون دولة موازية للدولة الفعلية اللي المفروض بيكون لها مؤسساتها التي تنتظم في خطوط العمل التشريعي والقانوني تمثل أيضاً ذلك في وجود مراكز قوى ومراكز نفوذ وفساد تمثل ذلك في وجود نسبة مرتفعة وعالية من البطالة وكنا في الحقيقة حذرنا في عدد من أنشطتنا منذ 2008 أن استمرار الأوضاع بهذه الطريقة سيقود خلال ما الأقل عن ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات على أقصى تقدير إلى أن الناس تثور وتخرج عن النظام وتطالب يعني بإزالته وهذا ما تحقق فعلياً ويمكن بالعودة إلى الأرقام وإلى الإحصائيات الوقوف على الحالة اللي وصلت إليها الأمور في حينها وهذا الأمر اختضى في لحظة معينة طبعاً أنت قلت أنه في أكثر من فرصة قد حدثت أنا لا أعتقد إلا أنه كان هناك لحظة واحدة ينتظرها الجميع بكل تنويعاتهم ومشاريعهم حتى أوضح الفكرة أستاذ وضح لم أقصد أنه كان هناك فرصة للخروج ولكن كان هناك مثلاً جرع تأتي دائماً من فترة لأخرى كنا نتوقع يعني نحن نتذكر تماماً في القديم كان مجرد أن ترتفع جرعة بسيطة في المواصلات أو في الأغذية كان يخرج الناس للاعتراض على مستوى أي مظاهرة يعني معارضة لما يتم حدوثه لم يعد هناك في السنوات الأخيرة بتاتاً كل خروج الناس لشرع كان فقط ليهتف باسم علي صالح وكان خروج مجبر يعني أتذكر تماماً كيف كانوا يأتون إلى الجامعة لإخراجنا وإخراج طلاب المدارس إجباراً فقط لكي يظهروا أن لديه شعبية أنا أظن أنه في الأساس كان لم يتبقى من الدولة التي يحكمها علي عبد الله صالح سوى القوات العسكرية التي يمتلكها مع طبعاً مؤيدين أكيد كل نظام كان له مؤيدين وأنصار لكن مقارنة بالجموع الشعبية طبعاً النسبة والأصحاب المصالح المرتبطين بالنظام النسبة متفاوتة وبعيدة إنما عموماً كان لم يتبقى من هذا البلد سواء القوى العسكرية والأمنية التي تربط مفاصله عملياً كانت الأمور مبعثرة كانت الأمور منفلتة إلى حد كبير في كل إقليم في كل محافظة من محافظات البلد موالوا عالم ومعاناة لوحدها يعني قد تقتمع تلتقي بعض القضايا القماهيرية يعني باهتمام المواطنين إنما وضع الدولة فعلاً كان منفلش يعني وهذا الذي كان يهيأ للبعض أن هناك فرص تأتي وتفوت بينما في الحقيقة كان هناك لحظة انتظار لوقت الخروج الكبير وهذا كان وضع مواكب في عدد من الدول العربية الأخرى بالمناسبة إذن سأعود إليك للحديث عن هذه التفاصيل ولكن نسمح لنا أن تنضم معنا أيضاً الأستاذة سمية الثورة الناشطة السياسية من ألمانيا عبر سكاي مساء الخير أستاذة سمية مساء النور أهلا وسهلا أهلا بك أستاذا فبراير سمية بداية يعني ضعينا في صورة اندلاع الثورة وأسبابها من وجهة نظرك ثورة فبراير أنا برأيي أنها بدأت قبل 2011 بمراحل يعني نحن نتذكر في انتخابات 2006 يعني كانت هي بداية التغيير والحراك السياسي والمنافسة الشديدة التي فعلاً هزت علي صالح وأتباعه فبالتالي يعني تاريخ النضال السياسي السلمي كان معه طويلاً وأخذ نفساً عميقاً جداً من النخب السياسية والأحزاب السياسية والجماعات والمشاركين في العملية السياسية في اليمن لكن عندما نتحدث عن 2011 يعني نعرف أنه قبلها بفترة كيف أنه حاول بما يسمى أصحاب تصفير العدات ولا ننسى أيضاً يعني أنه اليمن كانت يعني هي الأولى باندلاع مثل هذه الشرارة من الدول العربية التي اندلعت فيها الربيع العربي فنحن نعرف أن اليمن لم تحظى بأي يعني الإمكانيات التعليمية والحضارية والمعمارية وكثير كثير جداً من الخدمات الأساسية لم تتوفر في اليمن كما توفرت في كثير من المناطق العربية التي صارت فيها مثل هذه الثورات فبالتالي يعني اندلاع مثل هذه الحراكة الشبابي والسياسي والثوري في اليمن كان يعني أمر محتوم وأنا أتذكر شخصياً في الانتخابات وفي المحاولات مع نظام علي صالح كيف أن كنا نحن الشباب يعني نعترض وندعو من وقت سابق مثل هذا الحراكة السياسية الذي قد يعني كنا نظن أنه قد يحرك المياه الراكدة في العملية السياسية في اليمن لو نتكلم عن نظام علي صالح والفساد الذي صار يعني خلال حكمة يعني للأسف الشديد لن يكفي حلقة واحدة عن تاريخ الفساد اللي كان موجود في اليمن يعني خليني باختصار شديد بس أقول لش كيف أن اليمن كانت في كل تقارير الأمم المتحدة كانت دائما هي الأسوأ في كل المجالات في المجال التعليمي في المجال الصحي في حقوق المرأة والطفل في يعني في كل في كل المجالات كانت هي الشيء الوحيد التي كانت اليمن في المرتبة الأولى هو المنظومة المنظومة الفساد الموجودة في 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 حكم هذه في هذا حكم هذا الحزب فبالتالي يعني شيء بديهي الشباب عندما ينظروا أو يسافروا الكثير منهم سافر الخارج درس في الخارج الكثير منهم رأى يعني مدى التطور والفرق الهائل بين اليمن وما تعيش وبين الدول الأخرى يعني ونتكلم عن أساسيات عن مياه عن كهرباء عن صحة عن تعليم عن مرأة حقوق مرأة عن حقوق الأطفال يعني أشياء بديهية كانت وأشياء أساسية ولم تكن متوفرة يعني عندما نلوم مثل هذا الحراك الشبابي أو ننتقص من قيمة هذا الحراك الشبابي يعني أنا برأيي أن هناك جهل للأسف وهناك وما زال إلى اليوم للأسف يعني وهناك شخصنا لموضوع الثورة أنها الهدف كان علي صالح وهو حبيب الشعب لا هذا اختلف أنه فعلا لديه من يحبه ولديه من يعتز فيه كشخص يعني لكن كرئيس دولة يعني بهذا الفساد يعني كان من الطبيعي جدا أننا كشباب نطمح إلى أن تكون هذه البلاد يعني بشكل مختلف وأن يكون لنا الحق ولنا القول في كثير من الأمور مش يجي لي في آخر حكمة يقول لي أنا بصفر العداد واجيب ابني مكاني بعد مدري كم سنة فبالتالي يعني اندلاع ثورة فبراير كان أمر محكور ضرورة كما يقال وأنتي ربما تتفقين مع الأستاذ وضاح في مسألة أن فقط كان هناك مسألة تحي لفرصة مناسبة وكان 11 فبراير هو الفرصة بالنسبة للشباب أعود إليك أستاذ وضاح أستاذ وضاح يعني لو تحدثنا عن إسهام الحراك الجنوبي الممتد من 2007 في التمهيد لثورة فبراير والخروج في مظاهرات وغيره من المظاهر المدنية للإحتجاج التي كانت أنا ذاك الحراك الجنوبي طبعا إسهام فعال في مسألة إسقاط النظام وتضحياته التي قدمها في هذا الإطار وفي هذا الأمر ويمكن بالتأكيد دراسة دوره منذ 2007 يعني في إطار الأسباب السياسية والأسباب الحقوقية التي دفعت بآلاف القنوبيين إلى الوقوف وتحمل المعانا والمشقة في بداية الطريق وحتى الوصول إلى يعني انتشار حركة الرفض وحركة التغيير الأوضاع في البلد وأمتدت إلى بقية المحافظات وأصبحت هي الوسيلة أقصد النظام السياسي السلمي هو الوسيلة الأنسب لمواقهة هذا النظام أثبت الحراك من خلال قهوده من خلال تضحياته من خلال نضاله المستمر من خلال محافظته على السلمية أن فعلا يتوق عمله وقهوده بهذا الأمر الذي هو ثورة التغيير ومن هنا ببساطة نستطيع أن نرى وأن نجد أن الرابط السياسي والرابط التعبوي لم يكن الحراك بعيدا عنه وإنما كان أحد أو أهم روافده ومنطلقاته اللاحقة التي أنتقت الثورة نعم إذن أعود لك سمية وكنا تحدثنا عن أن هناك أسباب سياسية وإقصادية أدت إلى الثورة أيضا هناك تمهيد من قبل الحراك الجنوبي في 2007 بطريقة سلمية كان يخرج إلى الميادين وكان هناك مطالبات بحقوق عادلة كيف يمكن أن نتحدث عن ذلك من خلال هذه الملفات؟ طبعا بالتأكيد لا ننسى محاولات الحراك الجنوبي ودوره في إشعال فتيل مثل هذه التحركات السياسية لأنه للأسف كان النظام السابق نعرف كيف أنه شيطان كل شيء في اليمن شيطان كل الجماعات كل الأحزاب كل الأفراد الذي قد يكون لهم أي دور إيجابي في بناء سياسة عادلة ومنظومة صحيحة خالية من الفساد الحراك الجنوبي وكان حراكا مستحقا ومن لا يعترف بضرورة وجود مثل هذا الحراك لا يعترف بأزمة اليمن الحقيقية ولا يعترف بمنظومة الفساد التي للأسف نشرها في أنحاء اليمن جميعا الجنوبيين هم من سعوا للوحدة والجنوبيين هم من زرعت في طلابهم وشبابهم أن الوحدة هذا أمر مصيري ومحتوم وسيأتي فبالتالي عندما أتت الوحدة وجاء مثل هذا النظام ومارس عليهم الكثير من الإقصاء والكثير من الظلم والنهب ونعرف كثير من الأفعال التي قام بها في الجنوب فبالتالي كان الحراك الجنوبي حراكا بديهيا أن يحصل قد يكون لنا ملاحظات على بعض التحركات وللأسف يتم دائما استغلال التحركات العادلة باستغلالات مختلفة لكن يظل أنه المبدأ والمنبع لكل حراك سلمي هو استحقاق لجميع الناس التي تسعى لإصلاح المنظومة السياسية في البلاد نعم إذن أستاذ وضح لو تسألنا هل تأثرت ثورة فبراير برياح الربيع العربي أم كانت فعلا حاجة ملحة واستحقاق وطني على الشعب ضد نظام ميؤوس من علاجه وضد مرحلة مغلقة لنقول أعتقد أن الأوضاع العربية في الدول العربية وخصوصا التي حدث فيها مد الربيع العربي هي أوضاع كانت متشابهة يعني يمكن لمن سافر لبعض هذه الدول كان يجد أن الأحوال متقاربة متشابهة هناك حالة من الإقصاء السياسي للقواء المنافسة هناك هيمنة على السلطة هناك استئثار هناك فساد هناك تداعيات اقتماعية واقتصادية وسياسية تعاني منها هذه الدول والأوضاع فيها تتفاقم والأي مطلع أو متابع للأوضاع كان من خارق المشهد متابعها استطيع أن يرى بكل بساطة وسهولة أن كل الوضع في المنطقة هو على صفيح ساخن ويشك على الانفقار في أي لحظة وبالتأكيد أنه كان سيحصل له امتدادات فإذن قاءت ثورة التغيير لتواكب وضع أصلا قد كان مهيئا على مستوى المنطقة العربية كاملة وأيضا استقابة للظروف الذاتية التي يعاني منها المجتمع اليمني والشعب اليمني فكان مزيجا جميلا كما تصورنا في اعتقادي للحظة مواكبة وموازية لما كان يحدث نتيجة ظروف مشتركة وقاهرة وقبرية دفعت إلى حدوث هذه الثورة فهو ناتج عن هذين العاملين داخليا وخارقيا نعم إذن أستاذ وضع الأحزاب السياسية هي من قادت العملية السياسية المعارضة لنظام صالح وهناك من يرى أنها كانت جزء من الحل ومن الثورة وهناك وجد أنها جزء من المشكلة وكانت أصلا من ضمن تركيبة نظام صالح العامة في البلد وبالعكس منذ دخولها إلى الثورة جرفت هذا التيار أعتقد أن دور الأحزاب السياسية في ثورة التغيير يحتاج إلى دراسة متعمقة ودراسة متأنية فهي بلا شك ساهمت ومثل ما قلت في بداية حديثي أنها كانت الأكثر تنظيماً وجهوزية لمواكبة الحدث إنما قد تكون في الأخير هي صارت جزءاً من المشكلة وجزءاً من الحل أو جزءاً من الحل وجزءاً من المشكلة التي نتقت عن الحل يعني إذا شفنا فيما بعد تطور الأحداث في المرحلة اللاحقة لاندلاع وقيام الثورة ثورة التغيير لعبت الأحزاب دوراً ملتبساً إلى حد كبير فلا هي أمططت الفرس وقادت عملية التغيير بما أراده الناس ولا هي تركته يقري وحيداً هنا هذا الالتباس الذي حدث والذي يمكن تمثلت أهم أو مرتكزات أخطائه في ظني الشخصي مثلاً في منح الحصانة في إعطاء النظام فرصة النسبة العالية في الحوار الوطني في الحضور في الحوار الوطني في اختزال المسألة فقط في رأس النظام في إعطاء مساحة كافية للبقاء والهيمنة والتأثير فتسببت إلى حد ما أو كان لها دور مشارك بالنسبة ما هناك من يرى أنها حين قامت بالحديث والتفاوض وقبلت بالمبادرة الخليجية ومنحت صالح الحصانة أنها تصرفت من باب تصرف سياسي يليق بأحزاب سياسية فربما شباب الثورة نتذكر جيداً أنهم رفضوا المبادرة وكانوا مسرين على أنها تجاوزت أحلامهم وأهدافهم التي خرجوا من أجلها شوفي يا أخت آسية النظام عندما قامت الثورة ظهرت تناقضات شديدة ظهرت تناقضاته على السطح أنقسم هذا النظام ما بين مؤيد للثورة أو محاولة لإحتواءها وما بين معارضها ومتمترس خلف نفوذه العسكري وخلف نفوذه المالي ونسبياً بعض القماهير والأنصار الذين يتبعوه هذا التناقض الذي حدث وانقصام النظام لم تستثمره الأحزاب السياسية بطريقة صحيحة وفي الأخير ما سعت وكان لها حق الإكتهاد السياسي طبعاً الأحزاب السياسية ولكن في الأخير ما سعت الأحزاب إلى تداركه وهو إيقاد الحل السياسي الذي يليق بها أصبح في الأخير حرب يخوضها الناس ضد بعضهم البعض في 2015 وحتى يومنا هذا فالحرب إذن قد تكون نتاق لهذا الدور السياسي الملتبس الذي قد يكون أثر في حداثها بطريقة غير مباشرة أو غير مقصودة نعم وضحت الفكرة شكراً جزيلاً لك وضح اليمن الحريري الناشط السياسي كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من عدن وعود إليك أستاذ سمية أستاذ سمية هناك من يتساءل يقول هل كان بالإمكان معالجة كل هذه الإشكالات والشروع في عملية إصلاح سياسي خاصة وأنه كان هناك مجرد أن شعر صالح بأن هناك خروج حقيقي ضده بدأ بطرح أفكار ومحاولات وعلاج حلول سياسية لكن هناك من وجد أن الأمر لم يعد يوجد وأن الوضع يحتاج إلى تغيير جذري ما رأيك أنت؟ طبعاً من يرى الوضع الآن في الأوطان العربية التي قامت فيها الربيع العربي قد يقول فعلاً مثل ما طرحت الآن أنه كان بالإمكان المحاولة مرة أخرى بعمال سياسي وضغط سياسي من جديد خاصة بعد الضغط الجماهيري الذي حصل لكن نحن نعرف أن هذه الأنظمة بنت لمدة عشرات السنين جيوش وقوات أمن وأموال وثروات من الصعب جداً وقد يكون المستحيل أن تتركها بالطريقة السلمية والطريقة السلسة التي نحلم بها طبعاً نحن نعرف أيضاً أن الأحزاب وإن كانت قد قصرت في كثير من الجوانب أو حاولت مسايسة مثل هذا النظام أنها حاولت فعلاً الكثير من الخطوات والكثير من التنازلات لكن ما نرى أن الشباب فعلاً وصلت وهذا ما يجعل الثورة منبع شبابي واستحقاق شعبي فعلاً أنها جاءت من الشباب وبدأت بالشباب والشعب نعرف أن الأحزاب لم تأتي إلى صف الثورة إلا بعد أن رأت أن هناك إرادة شعبية قوية فرأت أنها قد تساهم في دعم مثل هذا التحرك الشعبي ولكن في نهاية المطاف الروح الثورية غير الروح السياسية والحزبية الروح الثورية لها أهداف وطموح عالي سكفة الأهداف السياسية لديها القدرة والإمكانية على الكثير من التنازلات والنفس الطويل في التعامل مع مثل هكذا أنظمة لا نستطيع أن نلوم مثلاً شباب بسبب خروجهم لأنها برأيي أعتقد أنها هي ما تلهمنا إلى اليوم هي بالنسبة لنا أو لكثير من الشباب هي الإلهام وهي الأمل أنه طالما استطعنا أن نصنع مثل هذا التغيير وإن للأسف أنقلبت عليه كثير من الدول الإقليمية والقوى الوطنية الليست وطنية أنقلبت على مثل هذا الحراك الشعبي ولو أنهم اصطفوا إلى الشعب وحققوا مرادهم نحن الآن في السودان ما يحدث في السودان دائماً ما نلوم الشعوب ولا نلوم من هم في رأس السلطة قال لي في رأس السلطة من أتابه؟ أتابه الشعوب فبالتالي من حق الشعب أن يقول لهذا الشخص خلاص لم نعد نريده صحيح لم نعد نريدك نعم سنضم معنا عبر سكايب أيضاً الأستاذ معاذ المعمري وهو أحد شباب ثورة فبراير عبر الأقمار الإصطناعية منتعز مساء الخير أستاذ معاذ مساء النور العافية وفبراير مقيد أسعد الله مساءك أستاذ آسيا ثابت تحيك الله أختي أهلا وساء ونهني ونبارك للشعب اليمني ذكرى احتفالاتهم بثورة فبراير المقيدة الذكرى الثامنة لثورة فبراير المقيدة وأسعد الله مساءك أستاذ آسيا مساءك الله بالخير أستاذ معاذ واسمح لي قبل أن أسألك أنت والأستاذ سمية أن نذهب فقط لمشاهدة هذه المادة بداية انطلقت ولم تأتي ثورة 12 فبراير من فراغ هي جاءت تلبية لطموحات الشعب واحتياجاته ومعاناته التي ظل طيلة عقود من الزمن أسيرا لها جاءت الثورة لتخرج الشعب من حالة السلبية إلى الفعل الإيجابي ليصبح المواطن له تأثير في مراقبة أداء الحكومات وتصعيحها عبر عدة وسائل منها المظاهرات والمسيرات وكثير من الوقفات والندوات وغيرها الأسباب التي قيمت ثورة 11 فبراير هي نتيجة المعاناة الذي يعاني فيها الشعب اليمني هذا الأولا ومن ثم النظام المستبد الذي أتى للتوريث كان يريد عفاش أن يورث زبانيته وكان يريد أن يورث أولاده ونحن ضد التوريث وضد النظام المستبد فهذا هو السبب الذي قعلنا أن نخرج في ثورة 11 فبراير أولا الثورة الشعبية الشبابية كانت تتويج لعملية نضال واسعة ضد نظام صالح عمليات سياسية احتجاجات حقوقية أيضا ضغط إعلامي متواصل من مجموعة يعني ضغط إعلامي متواصل وحراك إعلامي وحراك ثقافي وحراك سياسي كانت تتويج لكل هذا النضال المجتمعي والانفجار إذن أعود إليك أستاذ معاذ ويعني كونك أحد الثوار الأول في تعز لو سألك أحدهم الآن لماذا خرجتم لماذا ثرتم كيف ستجيب بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم أستاذ أسيا ثابت نهني ونبارك للشعب اليمني احتفالاته بالذكرى الثامنة لثورة الحادي عشر مبراير وأنت رحم بشهداء الأبرار شهداء ثورة فبراير الأبرار وإن شاء الله ثورتنا مستمرة وتتقدد وستنتصر بإذن الله تعالى أمنا بالله كبير وإرادتنا وعزيمتنا في اليمن وشباب اليمن أقوى أقوى من الفلد بإذن الله على العموم أستاذة لما خرجنا نحن في ليلة الحادي عشر من فبراير كنا نحلم قبل تلك الليلة أن نسقط هذا النظام الفاسد الطاغية المستبد لأنه نظام كرس الفساد والظلم على الشعب اليمني رغم أن اليمن بلاد موقعات استراتيجية وتمتلك الثروات لكن الفساد تدمر البلد والوطن والشعب وأنهى الشباب ودمر الشباب طموحات الشباب دمرت في اليمن فلذلك أن النظام أهمل الشباب ودائما كان يحتم في شريحة المشائخ والقتلاء والمقرمين ولذلك خرجنا لكي نبني الوطن لكي نبحث عن دولة مدنية حديثة دولة العدالة ومساواة دولة النهضة والتنمية والعلم والمعرفة كان لنا طموح أن نحقق أهداف الثورة وانطلقنا إلى الشوارع وخرجنا لكي نحقق أهداف الشباب الثورة أو طموحات الشباب الثورة كان عندنا حلم أن نسقط ندعم صالح بثورة بعد أن أوصل البلاد إلى نفق مظلم وأوصل البلاد إلى مشاكل في الجنوب ومشاكل في فتصعدها هذا النظام دائما يعمل على فرق تسود وفي الأخير مات المحنش على يد الحنش نحن نفتح ملف قصة الثورة أستاذ معاذ نود أن نسترجع البدايات وتلك التفاصيل الجميلة أحكي لنا كيف تكونت أولى لحظات ثورة فبراير أستاذ العزيزة كنا نحلم في هذه الثورة كنا ننتظر فرصة لكي نقتنصها حتى نخرج لنشعل هذه الثورة ونحجد الشباب والشعب لثورة عارمة لسقط النظام تابعنا ما حدث بالجنوب لكن كنا نخاف أن ندخل البلد في ثورة مسلحة وتدمر البلاد فكنا ننتظر لحظة سانحة تكون ثورة سلمية مبيضاء لتسقط النظام فقاعد ربيع العربي وقاعد ثورة تونس المباركة وتابعناها بشغاف كنا نتابعها في كل دقيقة وساعة وسقطت طاغية علي زين العابدين ومن ثم انتقلت المصر وسقطت سقطت طاغية مصر وقبلها طبعا كنا نتابع نشطاء في اليمن مثلا الأستاذة وكو الكرمان المناظلة عندما خرجت في 15 لناير كان عبارة عن إرهاصات إرهاصات قبل الثورة لكن كانت بأرأة منهمة عندما قبض عليها النظام واعتقلها وتم تهديدها وخرجت من المعتقلات علي عبدالله صالح وهي بشامخة تقول لعلي عبدالله صالح عليك أن ترحل اليوم وليس غدا من قناة أتذكرها في سوهيل قناة برنامج بصراحة وكانت تقول وكلماتها تدوي في أذني وهي تقول له ارحل اليوم أنصحك يا صالح أن ترحل اليوم وليس غدا بعد تلك اللحظات أنا خقلت من نفسي أن أكون شاب في اليمن أو رجل في اليمن أن امرأة تخرج أنثى في اليمن تخرج بكل كبرياء وشموخ وشجاعة تقول لعلي عبدالله صالح عليك أن ترحل اليوم وليس غدا أنت رجل كاذب ونظامك كاذب تنكث كل العهود والمواثيقة وتنصح شباب الأحزاب وشباب اليمن إلى الخروج إلى الشوارع هذا أشعر في داخلي غيرة وأشعر في داخلي ثورة بعد سقوط حسين مبارك أنطلقت إلى تواصل معي أصدقائي قلت لهم أننا سننطلق إلى الشارع وانطلقنا إلى الشارع وتقمنا بعض الشباب في قولة المسبح ثم انطلقنا إلى دولكس سأعود إليك وكانت عبارة عن فرحة نعم سأعود إليك معاذ اسمح لي فقط أن أعود لسمية بسؤال قصير سؤال برأيك سمية يعني باختصار ما الذي حققته الثورة من وجهة نظريك حتى الآن لنتحدث عن الثورة في العام من 2011 بعد المبادرة الخليجية إلى 2014 خلال هذه الفترة وأنا أتذكر هذا جيدا يعني عرفنا جميعا ما معنى أن ينتصر الشعب وإن كانت ناقص يعني وإن كان انتصار ناقص ولكن عرفنا كيف أنه الشعب عندما يتحد ويخرج كلمة واحدة كيف أنه يستطيع فعل الكثير والكثير يعني بكل بساطة يكفي أنه العالم كله عرف الكثير عن الشعب اليمني عن الشباب اليمني عن المرأة اليمنية التي كان يعتقد الجميع أنها امرأة مغلفة مغلق عليها لا أحد يعرف عنها شيء ولا تستطيع أن تقول وتتكلم بأي شيء أمام أي أحد فالثورة أبدت أولا أعادت الثقة للشباب بأنفسهم للمرأة بنفسها يعني المرأة قبل 2011 ليست نفسها المرأة اليوم المرأة اليمنية بالذات هذا هذا بالنسبة لي أنا شخصيا وكثير من الشباب أحد الإنساءات والأهم من ذلك الأهم من ذلك هو الحوار الوطني الذي ما زال إلى اليوم هو المرتكز الأساسي في كل المشاورات والمفاوضات والحوارات بين القوى السياسية في اليمن إذن شكرا جزيلا لك سمية الثورة الناشطة السياسية كنت معنا عبر سكايب من ألمانيا وعود أخيرا لك معاذ معاذ اليوم يتم سؤالكم كشباب ثورة أين ذهبت تلك الأهداف التي خرجتم إليها أو لتحقيقها وأين ذهبت تلك الأحلام ثورة الحادي عشر في براير ما زالت هي مستمرة وتتقدد وما يحدث الآن في الجبهات من القتال أغلب من التوقع قد في الجبهات في كل الجبهات اليمن أو أغلب جبهات اليمن أنا أعرف من شباب ساحة الحرية من زملائي في القوف ومارب والبق وصعدة وميدي شهداء وقرحاء كل ما يحدث الآن مثل الجبهات هو عبارة عن امتداد لثورة الحادي عشر من براير لم يتحقق أهداف الثورة الحادي عشر بسبب ما حصل من انتكاسة من قبل الإنقلابيين الحوثي وأصحاب المشاريع الصغيرة وهناك أقندات دولية وتحاول وتصر أن تنفذها في اليمن لكن بإذن الله هذه الإرادة الصلبة وهذه العزيمة التي أسقطت النظام صالح وقعلتهم من أعزاء إلى أذلاء ستهزم الحوثيين وميليشيات الحوثيين وأتبع إيران بإذنها في اليمن وكل الأقندات وميليشيات الأقندات الخارجية في اليمن نعم ستتحقق بإذن الله لأن عندنا إيمان كبير إن الإرادة وإن الإرادة إرادة الشعب من إرادة الله نعم هذا هو الأهم شكرا جزيلا لك معاذ المعمري أحد شباب سوار فبراير كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من تعز إذن مشاهدين الكرام ما زالت قصة الثورة مستمرة وما زلنا سنحكي خلال أيام القادمة خلال برنامج المساء اليمني فتابعونا إلى ندقيكم في مساء يمني جديد كنوا براعة الله ومنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر